مريخ مع الزمالك الشباب الوزداد ونفسات قوية جدا في هزي المجموعة معي عبر الهاتف الان الكابتن هيسم كابو المتحدث الرسمي باسم المريخ السوداني يا فندم صباح الخير مشرف ومنور كابتن هيسم صباح الخير مشرف ومنور اهلا بيك المجموعة النهاردة المريخ من وجهة نظرك شايفوها في مجموعة صعبة ولا مجموعة معقولة وغم المجموعة ما في مجموعة صحية يعني في دور المجموعة وستقاشر طريق الروس ودور المجموعة كل ربما الأنبياء اللي بيحصلوا على طولات الألف هذا الأفير بالنظمة والمجموعة الرابعة تحديدا مجموعة ترجي تونسي الزماني بشاربية وزادة المريخة السودان تكرمنا من المجموعة الصعبة ومجموعة يعني مجموعة من مجموعة يعني تنافس أفريري بنكة عربية صورتها يحتضر أن الأربع عنديا أربع عنديا أربع عنديا عربية المريخة السودان حريص علينا بطلب أكل من المجموعة مستند عليه جماهيرتو شعبيتو وعلى فتة الأشاوز وعلى تاريخ التريق في النادي عنده أربعة تاريخ لكن برضو في الحجبان يوجد بالنكة أعرف بمطابة حصوم وماذا تتواجههم وماذا تتواجه تنسي برضو رصيد كبير من البطولات الأفيرية أربع دولات أفريرية كالفتحاجة أفريغي كالسوبر أفريغي كالسكوس أفريغي كالسا أفرو أسيوية كالسكوس أفريغي كالسكوس أفريغي كالسكوس أفريغي بطولة كومفترالية بطولة تأسكوس أفريغية بطولة غين أفرو أسيوية لنفع جدا وماذا ترغب كل الأرغام عشان تدري خصم منها ويقدر تقصم من الأمور شباب الأزباد كما تعلم أكبرت منه القرى الشمال أفريغي كرى متطورة والقرى الدائرية حتى الحق مفتر أن يحقق بعمها سلاح عين أو ارتفاع إلا أنه يظل تحفظها عالي ويضع لها قد وفريقها في الحساب المجموعة بكل الحسابات مجموعة عليك بسهلة برد وادنين من ناعية ودرد شمال في ليريا ونعمل أنه نشوف مردود عالي ومنطق مميز وبصل لحفظها خلال مستطيلة لأخذها الموسم الماضي في دور المجموعات لعبتم مبارياتكم في القاهرة هل هتلعبوا في القاهرة مرة أخرى أم لا هتبقى في السودان عادي حتى الآن الأستاذ المريخ منعب المريخ لبتكتمل في الصيانة بعد الصيانة العام مستمررة بدأت منذ فترة مفترضونه بنهاية شهر يناير تحديدا من الملعب حسب لواء حال الاتحادة الأفريكا من 15 يوم من مباراة المريخ للزمالك اللي هي 17 أو 18 وغاية لنضغير من المريخ لحد تحديد منعبه الآن الثادر لي أغاني تحديد منعب لأن الشيانة لم تستمد لأنه ليس هناك تبقى راضعة بتاريخ من حدد حتى هذه اللحظة لذلك مع نهاية شهر يناير ممكن الغول بأن تاريخ حيلعب في أجداده وحيلعب فارد أرضه بس الأقرب لو خارج السودان هتلعبوا في الكهيرة برضو أو هتختاروا دولة أخرى؟ الضادر هي الخيارة الأرجح لمباراتي شباب بولوزداد وترجي التنسي ولكن يمكن أن تكون مباراة المريخ مع الزمالك في تونس أو تكون في الدقائر لكن المؤكد هو من الصعب هو أنه يلعب المباراة مع الزمالك في مصر أو يلعب المباراة مع تحديد في تونس أو يلعب المباراة مع شباب بولوزداد في الدكائر الأرجح أنه إذا لعب مباراة تحدي وشباب بولوزداد في الغازية هيختارين مع الجزائر أو تونس لباية مباراة مع الجمالكة المصر يعني أنت شايف أنه هتلعبوا بقى كل المباريات في الكاهرة ولكن مباراةي الزمالك هتبقى خارج الكاهرة أنا كده فهمت صح بالضبط بالضبط يعني لو تلعبنا مثلا الغاهرة هتلعبوا لمباراة المباراة التركي في تونسي ولمباراة شهد بولد مباراة المباراة الزمالك بس أنتو سنة في تونسي يعني على نفس الصورة أنتو الموسم اللي فات لعبتو مباراةي الزمالك في الكاهرة طبعا الموسم اللي ماضي كان مباراةي المباراة المباراة في الزمالك لا يدفع عليك أنه يعني نزال دي أفضل حبثت الشراء داخل مجلس الدارة بعد المريك إنه عدالة المنافسة وفضوظ المريك تتطور بأنه يلعب مع الهلال وصنباونز بالغاهرة ويلعب مباراةه على أهلي إما في جنوبة فريغيا أو في أي أو في ملعب آخر خارج الغاهرة لتوصف فضوظ المريك في الضفة بنغاة المباراة وهذا الأمر التالي في الغلافات داخل مجلس الدارة وواحدة من الأسباب اللي حفظ أبو مجلس المستهار الأنفعاب لذلك لا توقع أنه المريكي لعب مباراة مع فريغ واحد في مجلس الدولة مفهوم طيب آخر حاجة كنا سمعنا كلام كتير في الصحف عن مفاوضات المريخ السوداني مع الكابتن حسام حسن والكابتن حسام البدري لتدريب الفريق هل هذا الحديث كان صحيح أم خاطئ الحديث كان صحيح يعني كان كتير في الصحام البدري اللي تجربة مع المريخ من قبل وكانت تجربة نارف لكن المفاوضات اللي تضمت بشكل جارد وشكل يعني مباشر كتير مع الكابتنين وحسام حسن بالريخ يعني يرى أن أدخل أم لديهم ما يمكن أن يقدموه المريخ في دور المجموعات على فريق يرى أن نفسهم عندهم في توغيب يتطلب أنهم يخرجوا بخارج مصر غليلا ويقدموا تجربة مختلفة في مجموعات في دورة على فريق من جانبهم ورحبوا بإشراء على المريخ ويغضت أكثر من اجتماع ولكن لا تتجرب شديد بعض التفاصيل بعض التفاصيل في حصة عاغب وغفت حجرة حسن ولكن كان هناك ترحيل من حسان حسن وكثة من أدراهين حسن وهو رغب أكيدا من هذا المريخ يتطلب معه ومن بعدها شكرهم وواصل المريخ خياراته في عاغب مع المدربين الراصدهم كان حسام من حسان حسن كان من في صبر غايمة المدربين الراصدهم المريخ وفي الغايمة نفسها البرعزيز يسير ريكاردو ومن بعده ثم أتقاعد مع ريكاردو اللي هو الآن يشرف على المريخ المريخ مفهوم كابتن هيسم كابر المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة طيب نكمل مع حضرتكم نحة تانية المتحدث الرسمي